يمكن العالم كله كان بيتحدث على مدار عدة أيام عن القمة الأمريكية الإفريقية التانية اللي بتوقت فيها الولايات الأمريكية المتحدة منذ قليل كان الخبر الأبرز عندنا عودة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد حضور مصر مهمة في القمة الأمريكية الإفريقية اللي بتقام في واشنطن تحديدا بحضور 49 دولة إفريقية من ضمنها مصر تحدث في هذه القمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بعض التحديات اللي بتواجه القرى الإفريقية دائما مصر ما تتحدث بلسان القرى الإفريقية وعن تحديات القرى الإفريقية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بتشهدها العديد من دول العالم تحديدا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وأيضا تحدث السيد الرئيس عن الأمن الغذائي وارتباطه بالأمن المائي تحديدا خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن مشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة من خلال سعادة السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق اللي بنورنا في الاستوديو صباح الخير يفن صباح الخير يفن عوزيني أعرف قراءة حضرتك لهذه القمة القمة الأمريكية الإفريقية الثانية المقامة في واشنطن وإزاي شفت المخرجات الخاصة بهذه القمة أعتقد هي قمة من ناحية الاستراتيجية ومن ناحية المصالح الأفريقية أعتقد قمة مهمة وقمة انأكدت على شيء بتؤكد أن الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية بصفة عامة بتأخذ علاقتها مع القرى الأفريقية كجزء من استراتيجيتها كجزء أساسي في استراتيجيتها على مستوى العالم أما حضرتكو ترجعوا إلى ما يعرف باسم وصيقة الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي اللي بتحدد السياسة الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية في مجال الأمن القومي الأمريكي لمدة خمس سنوات قادمة وصدرت يوم 12 أكتوبر الجاري هتجد أن حضرتك الفقرة المخصصة لأفريقيا في هذه الاستراتيجية فقرة بتعكس توجه استراتيجي شامل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تجاه أفريقيا وجاءت هذه القمة في هذا الإطار الإطار الثاني عندما نحلل هذه القمة هو طبعا بيأتي في إطار برضو سياق التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين على النفوذ داخل القرى الأفريقية لكن أما نتماعا مخرجات هذه القمة هي مخرجات تموحة جدا ومخرجات شاملة وبتغطي كافة القضايا والتحديات التي تواجه القرى الأفريقية سواء السابقة على الحرب في أوكرانيا أو التي جاءت بناء على تدعيات هذه الحرب كالأمن الغذائي وكالديون الخارجية ودي من القضايا التي السيد الرئيس أشار إليها في كلمته وكذلك كان مصر على لسان السيد الرئيس بتصير هذا من قبل هذه القمة الأمريكية الأفريقية ووقع الأمر أن كل ما تم الاتفاق عليه أو ما أعلن عنه من التزامات في سياق هذه القمة بيراعي العديد من القضايا سواء حارتك قضايا ذات طابع سياسي أو طابع اقتصادي أو تجاري أو استثماري أو حتى على مستوى الشباب وعلى مستوى التغيرات المناخية كما تعلمون حضراتكم أن خلال قمة كوب 27 كان قد أعلن عن مبادرة مصرية أمريكية بالنسبة لمواجهة التغيرات المناخية في أفريقيا بقيمة 150 مليون دولار لتأسيس إنذار مبكر للفيضانات للقحت للتصحر وأعلن عنه تم التأكيد على هذه المبادرة في الالتزامات التي تمت الموافقة عليها الشيء الجديد بقى حارتك فيه الوقت الذي نحن نلاحظه في التوجه الاستراتيجي لأمريكية تجاه أفريقيا هو أولا الإعلان عن تخصيص مبلغ 55 مليار دولار على مدى الثلاث سنوات القادمة كمساعدات لأفريقيا في مجالات عديدة النقطة التانية أهمها البنية التحتية والإنترنت وفيها برضو التعاون مع عدد من الدول الأفريقية لرفع كفائتها وقدرتها في مجال مكافحة الإرهاب لكن الحاجة التانية برضو اللي تلفت النظر إن الإدارة الأمريكية عينت ممثل خاص للرئيس الأمريكي اللي متابعة تنفيذ الالتزامات وأعلنوا عنه هو سفير جوني كارسون وده طبعا تطور في النهج الأمريكي في الدية بيأكد جدية نعم فإنكد على جدية على جدية وجدية في تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها في إطار هذه القمة لكن أما نحلل المخرجات دي بالموقف المصري بالموقف المصري حضرتك تجاه القضايا والتحديات البتواجئة أفريقيا هنجد أن فيه يعني شبه تطابق شبه تطابق حضرتك في الموقف المصري وفيه ما أصفرت عنه هذه القمة من نتائج والالتزامات بما أن حضرتك ذكرت الجدية ممكن كمان رئيس أمريكي جو بايدن يعني دعا أنه يتنظم أو يكون هناك زيادة تمثيل الدول الأفريقية في المحافل الدولية كمجلس الأمن مثلا على سبيل المثال وده يعني خلاله الخطوة جديدة ونبرة جديدة ما سمع نهيش قبل كده هو كان أعلن فيه ده موضوع الموضوع الثاني اللي برضو مهم قوي وأعتقد أنه أكثر أهمية حضرتك من موضوع مقعد لأفريقيا في مجلس الأمن هو أنه الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الأمريكية هتطلب أن الاتحاد الأفريقي يتم تمثيله دائما في اجتماعات قمة المجموعة العشرية وده أعتقد حضرتك إذا تم ده هيبقى تطور كبير حضرتك يعني حيصب فيه مصلحة أفريقيا اللي حيمثل طبعا أفريقيا حيبقى الرئيس للاتحاد الأفريقي ده طبعا بالتناوب كل سنة وكذلك رئيس المفوضية الأفريقية وده طبعا هيدعم أفريقيا في القرارات اللي بتتخذ فيه سياق مجموعة العشرين بكل تأكيد سيد سفير لكننا نتكلم كمان عن النشاط الرئاسي في هذه القمة سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي تابعنا منذ وصوله لواشنطن تابعنا أنه فيه لقاءات الحقيقة عديدة على هامش فعاليات هذه القمة بدأت من أصدقاء مصر فيه الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وزير الخارجية الأمريكي وزير الدفاع الأمريكي أيضا حتى يمكن المنيفي رئيس مجلس الرئاسة الليبي لقاءات عديدة ومشاركات عديدة من قبل مصر أريد أن أعرف من حضرتك لأي مدى هذه اللقاءات تقدر أنها تخدم رؤية مصر في فكرة أنه الدولة عفوا أقارة أفريقية أنها تنهض وأن نحن نقدر بالفعل قرار أفريقية أنها تأخذ مكان وسط العالم أو تأخذ ما تستحق يعني أنا تصوري يعني إحنا ممكن ننظر إلى اللقاءات اللي عقدها السيد الرئيس خلال مشاركته في القمة الأمريكية المصرية في محورين محور العلاقات السنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والمحور الآخر حضرتك هو المحور اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين سواء في الكونجرس أو رئيس البنك الدولي على سبيل المثال التقى بالسيد الرئيس بالنسبة للمحور الأول طبعا اللقاءات كانت تقريبا شاملة كان فيه لقاء مع وزير الخارجية لقاء مع وزير الدفاع لقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان وفي هذا اللقاء كان فيه تأييد أمريكي واضح للخطوات التي مصر تتخذها على صعيد برامجها للإصلاح الاقتصادي وتأييد موقف مصر لدى صندوق النقد الدولي دعما للإصلاحات الهيكلية التي مصر تتطلع بها حاليا ثم دعم المصر فيه موضوع آخر أثاره السيد الرئيس الأمن المائي ودوة المستشار الأمن القومي الأمريكي أعرب عن تأييده للأمن المائي لمصر وأنا أكد تحديدا سيد السفير أكد هنا تحديدا سيد الرئيس في هذه النقطة تحديدا أثناء اللقاء أن الأمن المائي هو جزء لا يتجزع بين الأمن الغذائي وتعتبر مصر أمن قومي له هو حق طبعا من القضايا التي تم بحثها في إطار القمة الأمريكية الأفريقية وطبعا ده مرتبط بالتغيرات المناخية لأن التغيرات المناخية بتأثر جدا حضرتك على الموارد المائية لعدد من الدول الأفريقية غير موضوع نهر النيل والقضايا التي توجهنا لكن هناك تأييد أمريكي للموقف المصري والأمن المائي المصري ومساندة للتوصل إلى اتفاق يحفظ مصالح كافة الأطراف بالنسبة لسد النهضة وده أعتقد الموقف ده بيتطابق تماما مع الرؤية المصرية التي أعرب عنها السيد الرئيس في العديد من المحافل الدولية وفي المنسبات اللقاءات كمان اللقاء حضرتك مع وزير الدفاع الأمريكي أعتقد كان مهم لأنه هو تناول حضرتك موضوع التعاون العسكري والأمني مع مصر وكلمات كلمة وزير الدفاع الأمريكي عن أفاق والتعاون المصري الأمريكي في هذا الشأن كلمات يعني كلمات مشجعة للغاية وبناءة وتدل أن فعلا أنه فيه تعاون وحيزداد هذا التعاون ترصيخا فيه المستقبل من ضمن القضايا الأخرى طبعا كان فيه حضرتك ده في إطار القمة الأمريكية الأفريقية ما يتعلق بالحوكمة تم التطرق لموضوع الحوكمة في أفريقيا والمقصود بالحوكمة طبعا حضرتك هو التحول الديمقراطي الحقوق الإنسان الحرية العامة وكان فيه أيضا حضرتك مبادرات لتشجيع الشباب وتمكين المرأة فأنا أعتقد حضرتك أنه المهمة الآن هو متابعة تنفيذ الالتزامات التي وفق عليها في إطار هذه القمة نعم ولكن يمكن اللقاءات الثنائية اللي عقدها السيد الرئيس اللي تحدثت عنها جمانا وحضرتك فنتها وذكرت أهميتها كان هناك لقاء آخر بعيدا عن السياسة وهو لقاء اقتصادي تحديدا وهو لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي مع غرفة التجارة الأمريكية ورؤساء مجلس التجارة المصري الأمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية وتحدث السيد الرئيس وده كان بمناسبة مرور مئة عام على هذه العلاقات تحديدا نتحدث فيها السيد الرئيس عن مناخ الاستثمار في مصر وكيف هيئت مصر البيئة التشريعية والمؤسسية أيضا لجذب مزيد من الاستثمارات أهمية ده في جلب مزيد من الاستثمارات هل هي رسالة طمأنة للمستثمر الأمريكي تحديدا؟ حضرتك زيارة السيد الرئيس لواشنطن تزامنت مع المفاوضات اللي كانت مصر بتجريها مع صندوق النقد الدولي وهذه المفاوضات وما نتج عنها كما رأينا في البيان الصادر عن الصندوق النقد الدولي فجري اليوم في واشنطن عن التوصل لهذا الاتفاق مع مصر كان محل متابعة من قبل الإدارة الأمريكية من جانب والشركات المتعددة الجنسية ومن المستثمرين الأمريكيين والأجانب سواء اللي عندهم استثمارات قائمة بالفعل في مصر أو اللي بيفكروا أن هم يستثمروا مستقبلا في مصر سعيد سفير حضرتك ذكرت أن هذه المخرجات هي مخرجات هامة وجدة جدا ولكن الأمر يتوقف على جدية تنفيذها على أرض الواقع بالنسبة للضمانات ضمانات التنفيذ على أرض الواقع في الفترة اللي جاية هو حضرتك يعني هي ممكن جدا متابعة هذا الموضوع لأن الإدارة الأمريكية أعلنت عن مجموعة من المبادرات بقيم يعني على سبيل المثال البرنامج الخمسة وخمسين مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بالتنصيق طبعا هم قالوا بالتنصيق مع الكونجرس يعني برضو يعني ممكن يبقى فيه أخذ ورد بين الإدارة الأمريكية وبين الكونجرس هل المبلغ داي هل المبلغ داي هل المبلغ داي هل المبلغ داي أصلا يا سعيد السفير يعتبر مبلغ هلنقول صغير أم مبلغ يعني تم تقديره بشكل يعني يتوائم أو يتلائم مع المشكلات اللي بتواجه القارة الأفريقية لو قارننا طبعا بقى المبالغ الأخرى أو الاستثمارات الأخرى في القارة الأفريقية دول أخرى لا لا ده بعيدا الخمسة وخمسين مليار دولار دولار دولارة الأعلانة تعناها لإدارة الأمريكية ده بعيدا عن الاستثمارات الأمريكية في القارة الأفريقية في الوقت الراهن. ده حضرتك إضافي. والمدة الثلاث سنوات القادمة شريطة موافقة الكونجرس الأمريكي على هذا. لكن حضرتك هم عينوا لهذا. كان دايما في أحاديس الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين الأمريكيين خلال هذه قمة هو التركيز على أن الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأفريقي سيتبعوا تنفيذ هذه الالتزامات على أرض. وكما قلنا في بداية الفقرة تم تعيين سفير أمريكي مبعوث خاص للرئيس الأمريكي لمتابعة التزامات. هناك نقطة بس يسمحوا لي أشياء أن جدوى الأعمال أجندة هذه القمة تم بلورتها بالاتفاق بين الإدارة الأمريكية والاتحاد الأفريقي والحكومات الأفريقية. وخلال هذا العام حوالي أربعة أشهر الوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قام بجولة في أفريقيا زار خلالها جنوب أفريقيا نيجيريا وأعتقد كينيا. ففي الأمر الآخر اللي برضو تجدر الإشارة إليه أنه التعاون الأمريكي مع أفريقيا هيكون مع الحكومات مع الاتحاد الأفريقي وكذلك مع منظمات المجتمع المدني ومع التجمعات الاقتصادية الأفريقية كما تعلمونا حضراتكم أنه فيه تجمع اقتصادي لشرق أفريقيا وفيه تجمع اقتصادي لجنوب أفريقيا وتجمع اقتصادي لوسط أفريقيا وتجمع اقتصادي وهذا من أهم للتجمعات لغرب أفريقيا فالتعاون والتنصيق والمساعدات الأمريكية للقرية الأفريقية هتتم على الثلاث محاور دولة ودوت بالإضافة إلى اللي احنا قلناها حوالين جدية التنفيذ للتنفيذ للتنفيذ أعتقد إذا فعلا خلال الثلاث سنوات القادمة أو خلال العامين القادمين وهشرح لنا خلال العامين القادمين إذا تم متابعة التنفيذ على المحاور الثلاثة أعتقد أنه سيبقى فيه تقدم كبير إذا قارنا ليه سنتين أنا كما تعلمون حضرتكم فيه انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام القادم فإذا جاء رئيس جمهوري يعني هل الإدارة الجمهورية لكن أنا أعتقد الولايات دي استراتيجية أمريكية استراتيجية عابرة للحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وأنا في تقديري المتواضع أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بها في إطار استراتيجيتها لمواجهة أو في إطار تنافسها مع الصين على الوجود في أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية لا تنافس الصين فقط هي بتنافس روسيا بتنافس قوة إقليمية أخرى غير صديقة أو لا تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية قوة صديقة لها نعم نستطيع أن نقول اليوم أفريقيا أصبحت ليست كأفريقيا في الماضي أفريقيا اليوم تنظر إليها كبرى اقتصادات العالم بنتحدث عن أمريكا بنتحدث عن الصين أيضا وروسيا باهتمام شديد نظرا لأهمية موقعها الاستراتيجي وربما إعادة رسم للمشهد السياسي مجددا في هذه القمة تحديدا وما قبلها القمة العربية الصينية أيضا كل ذلك يؤكد محورية القارة الإفريقية بنشكر حضرتك سعادة السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق شكرا أن أجدك معنا شكرا ترجمة نانسي قنقر